ميد بريس تقدم أبرز العناوين عموتة يكشف وصفة إسقاط الكاميرون قال حسين عموتة مدرب منتخب المغرب المحلي إن اللاعبين قدموا مباراة في المستوى بعد الفوز على الكاميرون برباعية نظيفة في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقية للمحليين وأضف اشتغلنا على وقف ثلاث لاعبين يعتبرون من مفاتيح المنتخب الكاميروني منهم المهاجم الأوسط تفوقنا في هذه الخطة ولم نترك الفرصة للخصم للتقدم أكثر رغم أن تكتله فرض علينا أن نلعب في بعض الفترات على الكرات الطويلة لكن النجاعة كانت حاضرة لو أني لم أتوقع الفوز برباعية التسجيل من الفرص الأولى دائما يتيح لنا فرصة أخرى ويفتح لنا الباب للفوز اليوم شعرت أن اللاعبين تسرب لهم العياء في الشوط الجاني لأن الرطوبة كانت مرتفعة لكننا دائما نسعى لمواجهة كل العوائق والصعوبات لأن لاعبين تعودوا على ذلك القجاع يفاجئ المنتخب المغربي المحلي بهذا القرار بعد الفوز على الكاميرون قرر السيد فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحفيز لاعب المنتخب الوطني بمنحة سيمة للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا لللاعب المحلي الكاميرون 2021 وتبلغ قيمة المنحة التي تم تخصيصها لللاعبين 60 مليون سنتيم لكل لاعب في حالة نجاحهم في تحقيق اللقب القاري مع المنتخب الوطني وكان المنتخب الوطني قد دكى شباك الكاميرون بأربع أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي وسيواجه منتخب مالي في النهائي يوم الأحد القادم بالتفصيل مصدر مسؤول يكشف أسباب بلوكاج انتقال الراحم إلى العين كشف مصدر مسؤول ومطلع بحيتيات المفاوضات بين الرجاء الرياضية والعين الإماراتي من أجل الانتقال لسوفيا الراحم إلى هذا الأخير تفاصيل بلوكاج صفقة مؤكدا لهيس بورت أن المفاوضات توقفت في الوقت الحالي إلى إشعار آخر وأوضح المصدر في تصريحه لهيس بورت أن نادي العين الإماراتي تقدم بعرض لمسؤول الرجاء الرياضي قبل أسبوعين بقيمة مليار سنتيم من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق سوفيا الراحم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهو العرض الذي تمت مناقشته على أعلى مستوى ما جعل الطرف الرجوي يتقدم بطلب رفع قيمة البيع إلى 3 ملاير سنتيم على أن لا ينتقل راحيم إلى الفريق الإماراتي إلا بعد نهاية الموسم وأن يتم تحويل نصف المبلغ إلى خزينة الرجاء لتدبير أزمته المالية وتوفير سيولة للقيام بانتدابات خلال الفترة الجارية وحسب المصدر نفسه وبعدما تم نقل شروط الرجاء المذكورة إلى الطرف الإماراتي لم تستجب إدارة نادي الزعيم لمطالب الفريق الأخضر سواء فيما يتعلق بالتفاصيل المالية والصيغة التي اقترحها الرجاء الرياضي للحصول على نصف المبلغ مسبقا تم تأخير التحاق اللاعب بصفوف النادي حتى نهاية موسمه مع النسور وكانت تفاصيل صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهل المصري حاسمة في موقف مسؤول الرجاء من العرض الإماراتي حيث اعتبرت قيمة انتقال كابيتانو إلى الدور المصري مرجعا ماليا لإتمام صفقة الرحيم مشددا على استحالة انتقال هذا الأخير كونه مهاجما بنفس أو أقل من القيمة المالية لانتقال المدافع بانون إلى الفريق المصري واستغل مسؤول الرجاء الرياضي مفاوضاتهم مع نضرائهم في العين الإماراتي على هام صفقة سوفيا الرحيمي لإحياء محادثات متعلقة بالجانب التسويقي والاستشهري حيث اقترحت إدارة النادي الأخضر تسهيل حصولها على مستشهر إماراتي بارز وهو ما تم تأجيل النقاش فيه بشكل تفصيلي نظير الأزمة المالية التي أرخت بضلالها على مختلف الميادين بسبب تفشي فيروس كورونا على أن يعاد النظر في الموضوع بعد تحصل الأوضاع الاقتصادية للشركة ومن شأن استمرار تألق سوفيا الرحيمي مواصلة مسؤول العين اهتمامهم باللاعب بعد نهاية الموسم أن تعيد المفاوضات بين الطرفين الإماراتي وراجاوي إلى نقطة صفر في الصيف المقبل بشروط مالية مختلفة خصوصا في حال انفراج أزمة المستشهر المسادف الأمر الذي سيعود بالنفع على النادي الأخضر ماليا على مسوايين مختلفين عرض فرنسي وتحفظ الرحيم على أوروبا أكد المصدر نفسه في حديته مع هاسبوت أن إدارة رجاء الرياضي توصلت في الأيام القليلة الماضية بعرض غير رسمي من أحد أندي الدرجة الأولى من الدور الفرنسي بقيمة مالية تناهز مليار سنتيم لكن مسؤول الفارق الأخضر لم يبدو حماسا للعرض من الناحية المالية لتتوقف الأمور عند هذا الحد دون بلوغ مرحلة مناقشة العرض وقد قامت إدارة رجاء الرياضي بجز نبط صوفيا الرحيمي وأسرته بخصوص مستقبل الاحتراف ليتبين حسب المصدر نفسه أنهم يتحفظون مبدئيا عن خوض اللاعب لأي تجربة في أوروبا مفضلين انتقالوا إلى فارق عربي لأسبب شخصية مختلفة دولي جديد يصل للمغرب تمهيدا لانضمامه لراجاء وصل المدافع البوركينابي وتارا سوميلا أمس الخميس إلى مدينة دار البيضاء تمهيدا لتوقيع عقد انتقاله لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ليتأكد انضمام اللاعب لبطل المغرب في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل التعاقد خلال الساعات المقبلة واستقرت إدارة الرجاء الرياضي رفقة مدربية جمال سلمي على التعاقد مع واتارا سوميلا بعد ظهوره اللافت رفقة المنتخب البوركينابي في كأس أمم إفريقية لللاعب المحليين الشان اتشارك أساسيا في المباريات الثلاث خلال دور المجموعات وودع المسابقة القرية المذكورة من الدور الأول وإلى جانب المدافع البوركينابي تسابق إدارة الرجاء الزمن من أجل إنهاء صفقة بدر بولهورد الذي انفصل عن مرق الإسباني نهاية الموسم الكروي الماضي بسبب الضائقة المالية لهذا الأخير علما أن الدول المغرب المذكور كان قريبا من الانتقال إلى نادي سارقستا الإسباني وفارق آخر من كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية وفضل خو تجربة احترافية جديدة رغبة منه في استعادة تألقه واستعادة مكانته في المنتخب الوطني ولن تكون مهمة مسؤولي الرجاء للدفر ببلهورد سهل إدبات هذا الأخير مطمعا للأندية الوطنية أخرى خلال المركات الشتوية الذي يزدى الصتار عنه يوم الجمعة يذكر أن راشيد الأندلوس رئيس الرجاء الرياضي كان قد أعلن في وقت سابق عزمه تعزيز فريقي بتلات لاعبين خلال المركات الشتوية الحالي نزولا عند طلب مدرب الفريق جامس لامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر